اشتركوا في القناة هذا المفهول دوره في حماية كل ما له علاقة بالاقتصاد وهل من الصحي وهل من الواجب على الدولة أن تتدخل اقتصاديا مثل ما منشوف في بعض النماذج في العالم وبالتالي تأخير النشاطات الاقتصادية والعملية الاقتصادية أم على الدولة أن تترك القطاع الخاص وحرية تنقل الأموال بأريحية أكثر وبالتالي تبني اقتصاد أكبر كما هو الحال على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية أرحب باسمكم جميعا بالدكتورة عروبة البرغوثي عضو الأمان العامة لاتحاد الاقتصاديين الفلسطينيين أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء الجديد من برنامج الحرية الاقتصادية وبحب أعرف بداية نظرة وتقييم دكتورة عروبة البرغوثي كاقتصادية ومحاضرة في الاقتصاد عن مبدأ والمفهوم والقاعدة اللي انطلقت منها الحرية الاقتصادية يسعد مساك أستاذ طلعت أنت ومستمعينك الكرام والجميلين أكيد اللي بسمعوه لك يعني بصراحة موضوع كتير مهم يعني وما بتفاجأ أنك أنت كل طروحاتك يعني جميلة وبتفاجئني بتفاجئني يعني بتخلي الواحد يحكي بيكون موضوع يعني بتفتح مواضيع لازم الناس تحكي فيها وتعرفها هذا تاريخ يعني ومدارس اقتصادية وأسس يعني قبل ما أبدأ بموضوع الحرية الاقتصادية بدول العالم المتحضرة يعني لما بيجي رئيس بقولوا هذا كينزيان هذا كلاسيك هذا نيو كلاسيك بيحطوا أسس ما في عفوية عندهم لا مجال للعفوية وبالتالي الموضوع هذا جميل جدا أسس يبدو عن فكره أسس إيش فكره مثلا في المدرسة الريغانية كانت مع الكلاسيك راح لأقصى حد بالحرية الاقتصادية المدرسة التاتشارية إيجا بعده بوش عكسه كلينتون ركز على عمل الانتاجية لدرجة أنه الاقتصاد الأمريكي عمل معجزة أيام كلينتون بالعادة بيكون التضخم ثمن للنمو أنفقت أقرضت حطيت فلوس عرض نقد زاد وبالتالي بيصير تضخم بفترة حكم كلينتون كل المعادلات الاقتصادية تعطلت في نمو في انتاجية الانتاجية تقود النمو وانفاق على التعليم انفاق على الصحة أذهل الاقتصاديين يعني الدورة الاقتصادية كل طلوع ثلاثة أربعة سنين بعده نزول بس يامي كلينتون ثمن سنين طلوع يعني كانت بازل كان بالنسبة لكل العالم إنه شو اللي صار فكل رئيس في دولة عندها نظام عندها منظومة بعلن إيش مدرستي مثلا فرنسا كنز آمنوا كتير بدور للدولة من الاقتصاد هلأ بنا نرجع لسؤالك الاقتصاد الحر اللي هو شي مهم جدا يعني الاقتصاد الحر انبثقت فكرته من بدايات القرن التاسع عشر بعد حكم الكنيسة اللي كانت عصور ظلام بأوروبا تبروها حكم الدين يعني وداهم بستين داهية الدين فوقنا فوق البشر فوق الحكم الدين مفروض يضبط البشر لما بدهم يغلطوا هيك هيك حطهم على المسار الدين إيش جميل وروحاني فبأوروبا لما حكمت الكنيسة صار عصور ظلام بعدها صاروا يميلوا لموضوع الحرية الاقتصادية إيجا عنا الكلاسيك آدم سميث ريكاردو كلهم هدول آمنوا قانون سايل الأسواق آمنوا إنه الدولة مش لازم يكون لها دور بالاقتصاد الدولة فقط هي حارسة أنت بتعرف دور القارد الحارس هذا المبدأ الأول إنه نقدر نحكي اللي انطلقوا الدولة الحارسة الدولة هي حارسة فقط لازيفير منظمة دعهم يعمل دعهم يمر أنت ما عليك إشي بتلم المصاري من أقل حد ما فيش ضرائب أصلا أقل حد من الرسوم خلينا نقول بس بتحرس البلد أمن وفقط ما إلك دخل بالاقتصاد بناء على إيش طرحوا هاي الفكرة إنه إنه الاقتصاد لحاله بيضبط حاله إجا قانون سايل الأسواق قال العرض يخلق الطلب supply create demand إنه أنت انتج حط بضاعة بالسوق بصير طلب خلص وانتهى الموضوع إذا الأسعار طلعت نزلت السوق بكيف نفسه يعني برجع بعمل توازن balance الاقتصاد العرض والطلب بتوازنوا عند العمالة الكاملة هيك افترضوا يعني كانوا حالمين شوي رومانسيين إنه لو إنه نزل العرض عن الطلب برجع بتوازن بصير في سعر توازني لنفرض مثلا العرض نزل في طلب عالي بترتفع الأسعار بصير إنتاج أكتر وبالتالي برجع بتوازن هلأ ضلت هاي الأمور جميلة والدولة حارسة ما دخل كيش lazy fair زي ما قالوا let him go let him work لعند great depression بعد الحرب العالمية التانية تقريبا يعني 1949 48 ساعتها الناس كلها مبسوطة الناس بتصرف تاخد قروض من البنوك بالهبل مش قالوا الدولة ما قلها دخل طيب أياميها كان صار رأس السالسة والفالس والسيارات الفخمة لدرجة إنه فوت على اليوتيوب بتلاقي كل إشي جميل الحالم بتصرف ما كملتها القصة الجميلة فجأة all of sudden الناس ما ما حد سد البنوك وبالتالي صار انهيار لبنك هلأ في حرية اقتصادية البنوك طلبت من بالذات البنوك الأمريكية إنه تعالوا انقذونا ما كانوا شي آمنوا إنه الدولة لها دور مش أنت بتقول لي ما ليش دور طيب يا حبيبي خلص أنا ما دخلنيش فيك انهار بنك انهار بنك تاني ثالث كل بنوك أمريكا نهارة ما كانش في رأس مال في ناس انتحروا رجال أعمال لدرجة كبيرة يعني الناس على عكس المتوقع أيوة فهلأ لدرجة إنه أوباما ما نسيش هاي القصة لما صارت ب2008 الأزمة المالية العالمية أوباما تذكر إنه إحنا ما أنقذنا البنوك وبالتالي أنقذهم وأقردهم للبنوك يعني أخذوا درس درس قاسي جدا فإنه لازم الدولة تتدخل هون كانت بدايات يمكن كان كانت بعض المدارس تختلف مدى تدخل الدخل أيوة برافو عليك برافو برافو إنه إنه مش لازم تتدخل من مرة هلا إيجا ناس إنه تتدخل شوي إيجا جون ماينارد كينز نظريته الحديثة في التوظيف بعد الإنهيار بعد إيجا قال لا ثبت فشل اللي صار أثبت فشل قانون سايل الأسواق قال مش العرض بخلي الطلب الدولة لازم تصرف they should spend money عشان to create demand وبالتالي تحفز الاقتصاد ينتج وبيع والأسواق تتحرك ويصير توازنات فيها إذن جون ماينارد كينز كان محطة تاريخية كبيرة بالعالم قال إنه لازم الدولة تتدخل ما بيصير الدولة ما تتدخل لازم تتدخل وإنفاق حكومي عشان يحرك الاقتصاد بش اليوم بجوز بعض المحللين في الولايات المتحدة بدعو إنه تقدم اقتصادهم وتقدم شمال العالم في الاقتصاد مبني على عدم تدخل الدولة أصلا بالاقتصاد على العكس ما يجري العسابي بمثال في روسيا إذا بدنا نشوف المؤشر الاقتصادي العالمي منلاقي إنه الولايات المتحدة الأمريكية تحتل مراكز متقدمة دائما بدعوة أو بحجة أو بتبرير بعض المدارس أو بعض المحللين إنها لا تتدخل بصفة عامة في الاقتصاد أكثر من كونها منظم ومراقب على هذا الاقتصاد ومشرع طبعا هذا الكلام ثبت مش مزبوط أمريكا the mother of free economy طبعا ما يعلن ومبادئهم إشي وتصرفاتهم إشي أكثر دولة بتعمل حماية أمريكا مش عأساس إنه تجارة حرة وحدود مفتوحة وغلوبال إيكونومي وهو تدخل كبير يعني لدرجة مرة مثلا ممكن أزبطهم عصير 2019 آآ آآ بتدخلوا بموبايل بتدخلوا بتدخلوا بصناعة الحديد الصلب فرضوا رسوم عليه ما بيصيرش ما أنتو the mother of free economy أمريكا يعني هم ممارساتهم مش كلها على الاقتصاد الحر بالإضافة إنه أستاذ طلعت تجربة جنوب شرق آسيا والدول اللي طلعت فجأة سنغافورة كوريا أثبتت فشل الاقتصاد الحر أثبتت إنه لابد من دور للدولة الدولة لازم تخلق بيئة تنظيمية لازم تتدخل لدرجة إنه بكوريا يروحوا على المصنع يعطوا الكاراتين اللي بدوا يعبيها عشان يصدر يحددوله قديش حجم صادراتك أنت ستينغلز نائب رئيس البنك الدولي قال إنه فشل الاشتراكية لا يعني نجاح الرأسمالي لابد وإن كان بعض أقطاب الرأسمالي يعتبروا فشل الاشتراكية هو نجاح الرأسمالي لا لا أبدا أبدا أثبت اللي صار بجنوب شرق آسيا لازدهار النمو دول النمور الآسيوية بثبت فشل النظرية إنه الدولة لابد ما في مجال تترك تترك بلدك ووطنك للقطاع الخاص بصراحة كل التجارب أثبتت إنه بتقدرش تتركهم قطاع الخاص جميل ببني لازم نحبه لأنه بخلق فرص عمل بس ما بتقدر تترك الناس للقطاع الخاص وهو بداية نعفو لو حكينا نترك القطاع الخاص وهنا السؤال كيف يعني نترك القطاع الخاص لو أخذنا نماذج حديثة مثل ماليزيا ومثل تركيا على سبيل المثال الدولة هي اللي رسمت السياسة أيها بالزبط هي اللي وضعت الرؤى وحدد التواريخ محددة كيف بدنا نكون بالألفين وعشرة بالزبط كيف بدنا نكون بالألفين وخمستاش كيف بدنا نكون الفين وعشرة وحفزت القطاع الخاص بتشريعات وقوانين وإجراءات وأنظمة خلقة البيئة المؤاتية خلقة البيئة وجذبة الاستثمارات أيضا من الخارج وبالتالي انتقلت من دول متخلفة بس قبل 30 سنة من اليوم و40 سنة من اليوم لدول في مصافي الدول بتنافس على المراكز 18 و17 و20 وأقل من ذلك حتى بمعنى صارت في مصافي الدول المتقدمة نتيجة سياسات رسمتها الدولة وخطوط عريضة واستمر عليها كل القادي اللي يوجد بعد هيك ويعني أعتقد أبرز نماذج هي النموذج التركي والنموذج الماليسي مزبوط يعني مهدير محمد عمل فيجين تونتي تونتي وقال جملته الشهيرة إنه فيجين وذاوت هارد ووركينج جاست دريم ووركينج هارد وذاوت فيجين باسنج ذا تايم الماليسيين رسموا رسم يعني بعدين أنا رحت ع ماليسيا زيارة كنا نروح على المصانع عندهم الرؤية فظيعة المكينات ميختي عشر مساحة المصنع طب ليش هالقدة مشان بده يتوسع حبته رؤية حطوا رؤية وزي ما بتقول حطوا الرؤية ومشوا بخطة هادية وتوازنة نحو تحقيق هاي الرؤية إحنا وين من بين هاي النماذج تدخل لا تدخل حديث عن مسرحية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والنتائج مش عم تحكس أرقام حقيقية لا بالصادرات لا بالاستثمار لا بالقطايا بعيدا طبعا عن تدخلات الاحتلال وسرقة مواردنا المعروفة للجميع لكن كان ممكن نحقق أشياء داخلية أفضل من مهال أين نحن من هاي النماذج اليوم بعض الرؤساء الحكومات أو وزراء الاقتصاد بيجي بيحكوا عن عدم المركزية بعضهم برجع بيأكد المركزية مرة أخرى تدخل أم لا تدخل إحنا وين من هاي النماذج كلها دكتورة أروا نحن أعلن أعلن سيادة الرئيس ياسر عرفات لما إجا أنه إحنا اقتصاد حر ما رح نتدخل إحنا فقط من هيئة البيئة التنظيمية والقانونية والبنية التحتية لعمل القطاع الخاص القطاع الخاص مش بالقوة اللي تقدر تحمل عبء المرحلة رقم واحد ما قدرتش تستوعب الآلاف اللي دخلوا على فلسطين بهديك المرحلة هذا رقم واحد هذا عطل المعيق الأول إنه نطبق الحرية الاقتصادية هلأ رقم اتنين إحنا كنا أول ما إجاة السلطة أنها بيروقراطية ما فيش أصص أصلا يعني ما كانش في دولة ف أعلنوا إنه إحنا اقتصاد حر مشان تصير اقتصاد حر بدك طبقة رجال أعمال تحمل عبء الانتقال من مرحلة البيروقراطية لمرحلة اقتصاد يعني هي ليست مجرد قرار ليست قرار في أدوات في ناس في عالم في نظام للأسف للأسف الشديد هون أنا طبعا هاي نقطة لصالح القطاع الخاص السلطة ما ريحت القطاع الخاص بطريقة أنه تنبنى طبقة رجال أعمال جدد ليمينغز ليمينغز هو طائر قائد بقدو كل الطيور لما بهاجر مهاتير محمد قال أنا دورت عن ليمينغز بالاقتصاد والتجارة والزراعة والتكنولوجي نحن ما دورنا عن ليمينغز موجودين موجودين بكل زاوية موجودين مؤسساتنا موجودين بقرانا كأدوات لتحقيق رؤيتك موجودين عنا بمعنى الاقتصاد اللي أنا بدي أعول عليه يحمل عبق مرحلة وهم وشعب تحت احتلال ومرحلة جديدة نحن لما يجينا عنوانه interim agreement ما يجينا على دولة اتفاق انتقالي في حال بنينا دولة قوية واقتصاد قوي وأثبتنا حالنا ممكن ننتقل باتجاه الدولة بالتالي إحنا ما فهمنا المعادلة هاي إحنا ما فرجينا العالم إنه إحنا فعلا قادرين إنه نمسك هاي المرحلة ونحمل عبقها وعبق هالشعب هذا عنا النقطة الرابعة يا أستاذ طلعت مشكلة كبيرة بفلسطين هاي يعني بدي أبرق السلطة فيها إنه اقتصاد السوق عشان تكون اقتصاد حر مزبوط فيه تضارب بين العدالة والكفاءة باقتصاد السوق عندك كفاءة تشتغل منتج أهلا وسهلا فيك أنت مش كفق ما بتربحنيش بتنتجليش الله يسهل عليك وجودنا بتحت احتلال وجود آلاف الأسرى وجود آلاف العائلات اللي بحاجة لفرص عمل وما بتقدر إنك بتقوله روحها بيتك هاي التناقض الكونترادكشن بين العدالة وبين الكفاءة خلنا نستوعب كتير ناس إنتاجيتهم ضعيفة بمؤسساتنا مع عدم قدرتنا إنه نسرحهم ونطبق مبدأ الكفاءة هنا اقتصاد السوق أساسه الكفاءة عندك كفاءة عندك انتاجية عالية بتشتغل ما عندك بتروع عندنا في فلسطين ما منقدر نعمل هذا الحكي ما خلقناش طبقة رجال أعمال عندنا عدالة والكفاءة ممكن أن غياب لثقافة تقديم الكفاءات على الولايات نزبوط كنا نعتقد أن هذا الأمر حكر على الدوائر الرسمي أو القطاع العام لكن تبين بكل أسف حتى في القطاع الخاص في معظم الأحيان العلاقات تغلب الكفاءات أيوة والولايات أيضا تغلب الكفاءات بكل أسف فهذا أكيد كان له مردود سلبي أنه أنت ما بتجيب الشخص الصح يعني من جامل نحن يا أستاذ طلعت أحكي لك شغلة أهم مشكلة عندنا في فلسطين اللي لازم نلقي الضوء عليها محمد الماغوط في عنده برائعته الشهيرة سأخونه وطني اللي يعني العنوان قديش مستفز أنه فعلي الخيانة مشين طبعا فإنك تصرخ بصوت عالي سأخونه وطني بررها الماغوط أنه في أوطان نوعين في أوطان كرامة وعزة وفي أوطان ظل وقهر للإنسان يعني أنا مش معه بس هو برر فقال أنه والآن وقد أصبحنا بلا فلسطين ولا قضية دائرية ولا محورية ولا مركزية فليلملم كل مننا عفش بيته يضع على ظهر سيارته ويعود إلى مدينته فقريةه فحشيرته الحشيرة آفة عنا العشائرية بفلسطين اللي جذورها ضاربة لدرجة أنها معطل القانون معطل العدالة معطل الكفاءة معطل أن الناس تأخذ مكانها الصحيح هاي معضلة كبيرة بفلسطين برضو هاي بقدر أحطها ضمن معيقات اقتصاد السوق والاقتصاد الحر وهو تحدي كبير واضح دكتور عروبة يعني نبشنا في 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 آبار كثير اقتصادية اليوم بداية تحدثنا عن المفهوم كمفهوم طبعا قديم له علاقة بالقرارات الاقتصادية مدارس مختلفة ما بين تدخل الدولة عدم تدخل الدولة وفشل نظرية الاقتصاد الحر محليا تدخل أو لا تدخل احنا في في المنتصف تقريبا نعلن عن تدخل واحيانا لا يكون تدخل والعكس صحيح غياب توزيع الأدوار والخلط بين السياسة والاقتصاد واعلننا بداية عن اقتصاد حر دون استعداد ودون رؤية لا للقطاع العام ولا للقطاع الخاص وغياب للآليات وعلننا عن اقتصاد الحر دون استعداد وغياب للعدالة والكفاءة وبنفس الوقت أيضا الخلط بين السياسة والاقتصاد تدخل أو لا تدخل وأكدت على فشل نظرية الاقتصاد الحر اللي مش لازم اليوم نقلدها أو نزخها شكرا دكتور عروبة البرغوطي عروض الأمان العام للاتحاد الاقتصادين الفلسطينيين على وجودك معنا اليوم في برنامج الحر للأقتصادين شكرا شكرا لك مستطلعت موضوع شيء وجميل وصعدت بالمقابلة معك الحديث حديث جميل يعني موضوع يحتمل يحتمل الكثير الكثير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لك